ليس فقط بعض الاجتماعي ماركو هذا مانغراذ انا اذهب الى ماري فيلم مانغراذ وهو اول فيلم من اخراج وتمثيل ماريو ريفالي يشارك هذه السنة في مهرجان كان سينمائي ماريو ابن النائب الايطالي نيكولاري فاللي وقنصل ليطانيا لبنانية الاصل راندا غطاس يحكي شباب جيله في كوميديا عاطفية تدور احداثها في معهد سويسري وقاع الفيلم تظهر مجموعة من الشباب من جنسيات مختلفة اذ يتكلم الفيلم بالثماني لغات واللافت ان رغم اختلافهم فمشاعرهم واحدة ومشاكلهم واحدة وهواجسهم واحدة يجدر الذكر ان هذا الفيلم صور في ثمانية عشر يوما وتبنت شركة سيفن الامريكية توزيعا فهل سنرى ماريو ريفالي يحمل الصعفة الذهبية لافضل موهبة شابة لهذا العام على مسارح كان وهل ماريو ريفالي سيكون اسما يحفر بذاكرتنا على مر السنين القادمة موهبة شابة موهبة هو هيدا الفيلم اللي راح يكون على هامش مهرجان كان لهذا العام ممثل ومخرج موجود معنا ماريو ريفالي ماريو في موهبة اشتريتنا في قرارة كانت كيف تتحدث أنت في ترنمى؟ نحن من مجرد من المجرد في الطفل مجردك كان مجرد في الوصول في الوصول امتاك كانت مدفة لطفل كيف تصل في الصين مجرد؟ كانت تشعر في الصينة أصبحت عندما أتركت في صينيات كذلك كنت أردت أن أفعل ذلك فقط أتركت على أن تعمل وفعاً الآن تكون مجرد وعندما بعد مرد من الناس أجدت من مجتمعي مع شركة المشروع ومجتمعي وعندما نجد هذا موضوع موضوع جميل أنا سألت ماريو عن الفيلم قتلوا بأنه أنت جايني خلفية مختلفة الوالد كان عضو في البرلمان الإيطالي والوالدة كانت حمص الليوتوانيا كيف وصل بك المطاف إلى عالم السينما؟ ما يقول بأنه هذا كان طبوح وحلم منذ الصغر وبعدما كمل دراسته وانتقل إلى أمريكا فتح أول شركة إنتاج له بالمشاركة مع أحد الأصدقاء وأنتجوا أول فيلم وتم تصويره في 18 يوم أعتقد أن الفيلم كانت تصوير في 18 يوم أخبرني عنه نحن 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 نفسنا لأنه 18 يوم كانت تصويره في 18 يوم لتصويره في 18 يوم لكي يتموا العمل في عاء رقم أو أيام قياسية لأنه مقارنة بأي فيلم تاني ربما 18 يوم مدة كتير قصيرة تقصوير أخبرنا صحيح أخبرنا عن الصحيح أخبرنا عن الشركة في العالم نحن 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 نتحدث في عدد بطريقة أخبرنا عن مدد بطريقة لكنه تخبط مقاعدة للعيد هذا المجميع عدد بطريقة شخص الأخيرة بحضر عدد وكل كاملة عدد وفي حده لكن فيية حقيقة صدقア ديوينة برولن ، شهر الأخذ الإنغلاق شهرها لا يدينه ويجعله حسنًا عجلية أخذنا له خياراته لدينا ويجري أن يحبni وقرأ ولكن ستشعر هذا إلى من الدولة والمعرفة لأنه لا يعتقد أنهم نحن أنه يكوني أحباً لذلك يجب ان تتقطنه كبيرهم لكن عندما يجعله ديوينة مره ستقدم هي اتليان؟ ماذا؟ هو إتاليان؟ هو إتاليان ومثلت ديوينة هي بريدية فقد يجعله أنه ربما هو ربما هو ربما هو صحيح ربما هو ربما هو ربما هو ربما هو ربما وليس لديه مرحبا ومثلت يتغير ومثلت هناك جميع المشاكل مع كل هذه المشاكل في المشاكل ومثلتهم أكسلنت قصة الفيلم تدور في مدرسة داخلية في سويلزنلند أين يدرس فيها شاب اشتهر ربما أكثر بعضلاته وبالرياض الخشنة اللي يتباه بها أمام الطلاب هونيك من اللي هم من جنسيات مختلفة الفيلم يدور في أكثر من ثمان لغات حوارية وإلى أن يقابل ويصادف هذا الشاب طالبة إنجليزية اسمها ديفينا وهي التي تغير مقالب حياته وكانت هناك موهبة مخباية عند هذا الشاب الإيطالي وهي الكتابة والتأليف وتجعل منه هذه الطفلة تحوله إلى شعب ربما يمكنه أن يتباهى بالوجه الآخر له اللي هو يعتبر رومانسي أكثر وربما الشباب التانين يضحكوا عليه لكن خلته يقتنع بأن الأشياء المخباية جوه أجمل وأحلى من العضلات اللي يتباهى فيها بهذا الكولوج وقد قد روما أعطيتنا كذلك وقد قد روما أقوم بأنه قد روما أقوم بأنه كان مريو من أول شخص شاهد الفيلم بقلب انه هو وفريق العمل وقلت له اذا كان راضي عن الفيلم 100% اقل اعجب بالفيلم وانبساط هذا بالاضافة الى انه الفيلم الى الان شارك بمهرجان ISQ بHollywood واخد جوائز كمان اخد جائزة النقد وكل الـ Audience Award وهو جائزة المشاهدة الاكثر ربما عدد كبير من المشاهدين شاهدوه بامريكا عندما شارك بهذا المهرجان So Can I think it's the big event The artist came out from Can from nowhere And then he got so many Oscars So maybe you're gonna be the next artist man Hopefully Let's hope so That the stars are on the right way Right Here we go So I'm excited The movie is great We have also great soundtrack The music is fantastic We have Sting, George Michael Then we have Italian artists Like Pino Daniele Neri per caso It's very dynamic And it's very fresh And sentimental It's a positive message For our young generation And for everyone So I hope it's gonna do great الحدث الكبير اللي في انتظار ماريو وفيلمه هو مهرجان كان فعلى بعض اسبوع فقط رح يكون في المهرجان قطلوا من يعلم ربما هو رح يكون فيلم الارتس الجديد لانه فيلم الارتس كما تعلمون شاركة في مهرجان كان واحد الديستريبيوترز احد الموزعين خطفوا من مهرجان كان نشروا اخذوا الى امريكا وحصد اكبر عدد من جوائز الاسكار رح يكون ايضا من هؤلاء الافلام او من الافلام اللي يكون لها حظ كبير انها تنتشر وتحرز على جزء كبير من الجوائز بيقول بانه الفيلم يحتوي على كل عناصر النجاح موسيقى رائعة ربما رح يحبها كل شباب كيها السينكة جورج مايكل والكثير من الموسيقيين العالميين اللي رح يعطوا نكهة شبابية وايضا شيء بيحب كل المشاهدين So what's the next project? The next project You want this baby to grow and then maybe you go further with success yeah You know with our production company we want to keep keep it international we want to include always a lot of different cultures because it's more interesting نحن نحن الأموات بكتبات العديد لذا الخاصة أكثر بإمكانٍ متحدّ يمكن أن يكون مباشرة على هذا الأمر فهناٌ لدينا 8 س语ات الشغير في موراا نحن 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 بأمواته نسألتُّوا ما هو المشروع أو ربما هو بس هينتظر ان هذا هذا البايبي صغير الفيلم الصغير يكبر شيئاً فشيئاً ويحقق نجاحات بحد ذاتها أو لحاله قال بأنه هو يطمح إلى المشروع الثاني بيكون بنفس الصبغة الإنترناشنال في هذا الفيلم يوجد 8 لغات من بينها اللغة اللبنانية وهي لغة الوالدة أمتعه لتأتي من هذا المدينة وكيف تعمل لبنائية؟ أخرى من تيفاك؟ أنا؟ أنا؟ لكنني سأذهب إلى هنا لتعلم كل مدينة لأنني أحب هذا المكان إنه جميل إنه جميلة إنه جميلة إنه جميلة إنه جميلة هناك جميلة وكيف تعمل كل مدينة؟ فارداز سنة هناك إنه جميلة جميلة لتأكد أن هذا سيكون جميلة لك شكرا لك سألت ماريو أنه بما أنه والدته لبنانية ما يعرف من اللغة اللبنانية ومن اللهجة اللبنانية قال أنه منيح طبعاً شوية كلمات باللبناني لكنه يعيد أنه يجب أنه ينتقل إلى لبنان ويعيش فيها كي يتعلم على الأقل هذه اللهجة الرائعة واللغة العربية ويختلط أكثر بجذوره العلبية العربية فيسبوك لذلك يمكن أن يتعلق مع ماريو ريفيلي ومن فيلمه من خلال الفيسبوك اللي حيظهر أمامكم الآن مشاهدينا حلو بس سألته لانه مانغاف بالفرنسي تكتب بدون حرف سي قال انه هو لعبة بس فقط بالاسم مانغاف هو ربما من المونت ودت سي هو الجسر الكبير او الجبل الكبير وهذا هو الحلم اللي يطلع به كل اللي بيكونوا في مدرات الداخلية وعندهم احلام كبيرة انه يحققوها وقت ما يخرجوا الى الحياة اليومية بعد ما يخلصوا دراستهم ماريو ريفالي شكرا لك بنا جدا 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 لك مانغاف بالفعل آمان يكتب في كنفل الفيلم سوف أتحب في سوق المهرجان بمهرجان كان نتمنى له كل الجهة والتوفيق له وانشاء الله يكون برنامجنا فالخير عليها هو نوز يمكن يحقق نجاح عالمي لازال لدينا الكثير باكوتا باريد باند بعضهم موجودين ما تنسوا بأنه في عنا اليوم النجمة رولا سعد اللي رح تزيننا الزيتون بي وما تنسوا أنه احنا موجودين وانتم كمان معنا رح تكون اخلى خلقه في العالم لحظات العالم وراجعين دوندون نوير اتفضلوا اتفضلوا